قليل وصلنا لسبعة وخمسة وربعين دقيقة تحايد الناس يتحقق بينا في ساعاتنا لولانية من البرايمتام ازالنا موصيل معكم حتى للعشرة امتاع الصباح كل عادة كما تعودتم معنا في الوقت هذين يمشيوا للغو فيديو بخاصة جريدة الصباح في صفحتها الثالثة العنوان القوات والمناصب الامنية على خط الاشتباك كأنها الحرب بين سعيد والنهضة وهذا تصعيد الخطير في العلاقة بين الحزب الفائز في الانتخابات الشرعية الاخيرة ورئيس الجمهورية يضع الدولة اليوم في مأزق خطير وغير مسبوق هذا اللي تقول الصباح ومش رئيس الدولة فقط لحط الدولة في مأزق تقريبا كل الاطراف السياسية والاغلب الاطراف السياسية هي اللي وضعت الدولة في مأزق وخليتنا نحن في حيرة وخليت المواطن التونسي مش فاهم لوحو ويمشي قبل وخليت قفته ناقصة وخليت فواتيره مش خارسة وخليت المشاريع متاعه ما هيش ماشي كبيرك دي وخليت التعليم الطايح وخليت الأوضاع الاجتماعية مزرية هذا هو اللي صايرتوها باختصار في البلاد التونسية تعرف من الفين وتسعتاش واني صارت الانتخابات وانا قلت لك وسيمة رهو قلبي موقعي اللي خير بعد النتائج اللي صارت ولي كانت متوقعة وقتها خلينا نزب ونمشيه حتى شوية بعد صارت الانتخابات حركة النهضة اختارت الجملي الجملي اللي بعده ما دعمتهوش وسقطت الحكومة بتاعه بعد جاي تخلى رئيس الجمهورية على الخط وبعد وقتها تشاور وذكر كان قاعدوا على التواول وعا الطاولة وقاعدوا على الكريسي وتحثوا واختاروا ومشيهوا ما في الفخفاخ وكان قاعدوا في الطاولة هو وراشد الغنوشي نحكي على سيد رئيس الجمهورية وغيرهم من الحزاب يوسف الشهد وحركة الشعب واجمع الكل وتحثوا ومشيهوا في حكومة الفخفاخ وبعدها تم اسقاط حكومة الفخفاخ من طرف حركة النهضة والاسباب كانت مقارنة بالاسباب متى التحوير الوزاري هذا ولا غيرها معنا مش مش نرجعوا بتوالي لكن نحاولوا انه نبدأ ومش نعرفوا وين اعملوا تصصوا الاحديد كيفاش وصلنا وبعدها سيد راشد الغنوشي كرئيس البرلمان وكريس لحركة النهضة بدي اه يخرج معنتها من التقاوقعات متاعه ويخرج من الاثور الدستورية للبوست متاعه كرئيس البرلمان وشفناه بدي يقابل العناصر الخارجية شفناه بيت مرة وصبح في تركيا ومبعدها بشي صبح بكر في تركيا حصيل وشفنا الحاجات اللي عليش نقول نحكي فيها بتوى خطرت وين سا للأسف ننساوه بعد ما اسقاط حكومة الفخفاخ من بعدها جيت حكومة المشيشي وتعرف انت وقتها سيد رئيس جمهورية والهناء هو اللي تحمل مسئولية تقريبا كاملة وقتها تحدث مع الاحزاب وبعثولوا الاسماء بالمراسلة وكل شيء وهو اختار انه ينصب هشام المشيشي لسبب بسيط انه هو بشي حطه في وظيفة وزير اول معنته ويقعد هو متحكم بزمام الامور وتعرف قد الداخلية الى غيرها ودى العدل وغيرها من الوزارات اللي سمامهما وبعث اقالهم المشيشي كما تعرف المسألة هذه وين هزتنا هزتنا انه بعد ما اختار المشيشي بعدها صارت القطيعة الولانية مع المشيشي لانه حسب رئيس الجمهورية بين الظفرين ونحبش نقول الكلمة خلينا نقوله تراجع على اتفاق المشيشي مع سيد رئيس الجمهورية وحط يده في ايد النهضة والحزام السياسي ذلك من قلب تونس ومجموعة الكرامة الى غير ذلك اه الهنا قائس سعيد حد اه معتها زاد صعد في اللهجة وبدأ يتحدث معنتها بلغة اه مباشرة اخرتها في الاحتفال بعيدة قوات الامن داخل وهنا تحدث بلغة اخر معتها حادة والنجمه قوله القطيعة اعلنت معا بيان حركة النهضة اللي معتها تقال انه دستور معتها رئيس ماشي عنده اطمع دستورية الى غير ذلك ويوظف الدستور وكلام من هذا القبيل اللي بداه بالاغلط شكور اه كله خلينا نقول باش باش نحطه هيدا على هيدا لكن الواقع شنو اعطاه عطاه تقزم اقتصادي اعطاه بلوكاش بوليتيك معنتها غير اه مسبوخ وهزنة الاثنية اه فيها زنقة مسكرة معادش نجمه اه نقدمه ومانيش باش نقدمه لا من الناحية بتاع اه في البرلمان والتشريع الى غير ذلك ولا من الرئاسة وين بش يمشي توا رئاسة وين بش يمشي ابعد من هكه معتها ولينا نلعبوا اه بالنار ونلعبوا بمصالح الناس ونلعبوا من استقبل اه البلاد من جهتها حركة اه النهضة اللي تقريبا كانت تتحدث معها اه رئيس الجمهورية وحركة النهضة من الفين وحداش اللي توا ما تحبش اه تحكم وحدها تحب ديما اه تحكم معها شكون ولي يحكم معها تورطوا واذا تحب نرجع ونرجع ورا عندك حزب التكتل عندك المؤتمر من اجل الجمهورية عندك نداء تونس عندك افاق تونس عندك تحية تونس عندك الحزاب كلها اللي قربت لها اكتويت بنارها وهذا الى حد الان ملقيتلوش تفسير اه علش ملقيتلوش تفسير قدر انه متاء الهروب الى الامام مش مشكلتي تفسير مع حركة النهضة ومعديش مشكلة مع حركة النهضة انتعامل مع الحزاب الكل لكن عندي مشكلة في الناس اللي ما زلت تدافع على حركة النهضة وما زلت تقول الى عشرة سنوات هذية الاخيرة ما عنديش علاقة بالفشل اللي قاعدين عايشين فيه كلنا عايشين فيه فشل اه عام فشل الاقتصادي فلاحي صحي اه بتتسير دولة تعليم اه خرب اه خرب التعليم انا كنتش تقول كورونا ومعنش لهين كنتشوفوا التعليم خرب ما عايش فمه تعليم في تونس هذة الكلو في العشرة سنوات الاخيرة اللي شفناها بقدر دخلوا الشريعة ودخلوا لناك الحكايات اللي مانعرفوهم ش منين جبوهم قاعدة هي حركة النهضة اللي تحطوا معها في الحكم تعصروا توفيهم وبعد تتعدى اللي بعدو وتحب ديما هي اللي تحكم في كل شي حركة النهضة تحب تحكم في رئاس الجمهورية حركة النهضة تحب تحكم في الوزرات حركة النهضة تحب تعين المديرين العامين تحب تعين الخيادات الامنية تحب تتغلغل في الدولة وتقعد هي ديما تحكم ومبعد تخرج كلك ليه احنا خاطينا ما حكمناش بحدنا البيجي قايد السبسي كان يحكم الله يرحمه ويوسف الشياد كان يحكم الله يرحمه بتوفي عمره بتوفي عمره قاعد اه معنتها يحكم اه تحكم من خلال وراء الستار هيدا وين هزنا هزنا الى اه الصراع هيدا لانه السيد قيس السعيد مقبلش بالوضعية هذي وقيس السعيد يمكن تخل تصادم من له لتخل مع حركة النهضة وتقريبا ولا عنده اطماء اخرى زادها هو وعنده اه غايات اخرى يمكن يحب يوصل لهم من خلال الخطاب من بتاعه لكن ننسيو لهنا اني فهم دستور وهل مش نمشيو معنتها الى القضاء على ال الانتقال الديمقراطي اللي قلت في وقت سابق تقريبا نهار اثنين قلت كرا ووصلنا الى مرحلة فش اللي فيها الانتقال الديمقراطي بعد عشرة سنوات فشلنا في الانتقال الديمقراطي هل مش نمشيو المرحلة اخطر من هكا اللي هي اه تجاوز الاثور الدستورية فيما يخص التنفيذ يولي كل واحد يأول الديمقراطي اللي هي برأسين اذا كان بش يمشي كل واحد فيهم بش يتجاوز اه سلطات اللي عندو وصلاحيات اللي عندو بش نمشيو الى الفوضى لانو تعرف سلطات التنفيذية اغلبها عند رئيس الحكومة الهناء ورئيس الجمهورية السلطات اللي عندو قاعد يكسر في عمل رئيس الحكومة مع انت ولينا في في مرحلة بتاع عبث لا متناهي مش بقى 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 السيس اللي هو دستور اللي هو برنسيب يحترموه الجميع بها النادي الكل تقريبا المرحلة الجاية هي بش نكسروا الدستور ومبعدها بش نمشيو في المجموع. ما انت عادي القيس عادي ولي عندو حكومة ورئيس الحكومة عندو حكومة اخرى ما انت اذا اذا يخرج كما قلت انت على الاطر القانونية ولا الدستورية سوفيا فرحات وكأنه كان فيما اطراف تتبنى المعركة اليوم اه جريت الصباح تقول لك انها الحرب بين الزوزة اطراف هدوبة وجها اللي وجها وكان وجها اللي وجها. حكاية فرعة تتمنية اه دولة فاشلة واللي موجودين مع دهم شي مفهوم السلطة. خلينا نقولوا كلهم. مم. وهما كلهم بش يتغشوا. يقول لك اه يحبك تنتصر ليه النهضة تحبك يتنقد اه اه الخشيدي ولا القيس السعيد تجي معاها. مم. تنقدها هي اجماعة الخشيدي يفرحوا يقول لك يجها معانا. تنقد هذوك اجماعة الدستورية يقول لك شبك ماكش تبندل لنا. هم كلهم فاشلين. اه يعني بكل صراحة انا بالنسبة ليه اليوم بينه اللي متصدرين المشهد وانهم كلهم عندهم ش حس الدولة. بياتم معنى كلمة ما ثماش دولة. ثم ملوك طواقف وثم اقطاع سياسي. وثم سلع يخطوه اه قيس حاجة شي اختلف من هذا الخيوة. كانت اخذوا على مستوى المحتوى. قالك عليك الديموقراطي الكبير. جاي زود قضية المرق. زود الحريات. ثم التعذيب قاد يصلوا في اه في عصر. كيف كيف? صلاة بين السلفيين. انا نعتبر المرحلة هذي كأننا المرحلة هذه عشوة في افغانستان. بعد ما دحلوا الروس. الروس سفوا تلا في افغانستان. ومن بعد مسعود على حكمة يار. على رباني. على حقاني. على السييف. على الجمعة. كل دلو على بعضهم. حرب الكل دلقل. دونك. وعلى المستوى الاقتصادي. مثال ناخذ الحزب الدستوري الحر. شو الباديين امتاعوا على مستوى الاقتصادي بالنسبة لندهزة ومشتقاتها وفلالاتها وبراشوكاتها وغيره. وهم دينها. عاطين. ما سميش. كلهم نفس الخيالات. دونك بكل صراحة. اليوم الخطأ الكبير وانك تحب تدخل تحت جناح من اجلها. هكتشوف مغلبهم مرضى. هو دي جا السياسيين مغلبهم مرضى. لو كان جيت يحكي. في العلوم السياسية يجبك تبار باش هحطها لحياة امه كيفاش كانت بوه كيفاش كان المسيلا متاعو. تتقى اغلب السياسيين والي ينجحوا لقاهم. تقاهم عندهم امه مدلة يسر. وبوء وطول يتولوا على حبيق ذاليه ولا كذير. وعندهم عقاد كبيرة وغيره اللي يعملوا كاليلة في السياسة. او جنال انا. سبعين فنمية منها. في تول الظاهر كيتواقفهم ساكتين في كوميكاسون او ضربال. من وقفته من غذر للباهلين المرضى. ولي خي تاخل غانوشي ورئيس سعيد. لسنين زهرين مهمش متوازنين يعني. كيت حطوا ساكت وقف. ايجي ان انسان يعني بسيكولوجي سوسيال. ولا مورفو بسيكولوجي. قل لك هزو بزوز دكاء هيت هيت. هيا دي بان. صراحة خلينا نقولها بكل صراحة. زد على ذلك العبث بالدولة. وتفاقمت المسلا زيارة عن الاختلافات كنحك عليها موات. تفاقمت منذ زيارة رئيس الجمهورية المصر. تحس بعد زيارة رئيس الجمهورية المصر. عندهم ذاكي العادة. لانه ما فلوح انت هوا ما بعملهم والسعب ضدهم وغيره. عندهم هجي السرحيل والهربة ودخول الحبس وغيره. دي ما يحسوا بالفيكتيمولوجيا والحركات الدينية اللي عندهم الدعوية الدينية عند هاك. دونك بنسبة لهم هيدا مشي يلقن فيه السيسي كيفاش بشامل. هنت. ومن الوقت اتفاقمت وتسايبت. الزوز لواسية حكومة المصائب اللي جاونا بعد الفين وتسعتاش. لانو كان سمى مصيبة قبل الفين وتسعتاش. هي حكومة يوس الشه. هم اختيار رئيس الجمهورية. نتحمل مسؤوليته. تحمل مسؤوليته بانسؤولي. اخي مشيش كون كنس مع بي. مشيش يكان جاو. بش يسميوهم معتمد شؤون سياسية او شؤون اجتماعية. في ولاية نابر. لانا حالي ناري كتابوا بدينا نقراه وقول والدي لا لا وش كونه. عطيته السلطة. وعطيته السلطة قوى من سلطة. دستورية على قل. لكن المختل اللي يكون مع معتا سياسية ما عندهمش حس الدولة. ودي المختل. ما عندهمش حس الدولة. طول اي جمهورية جاي قال الاب الامتاعي. مشاول بالح سموله واحد وعمل الحبوب على النهضة. قالولي الامن متاعك يا يا سيديا. وهذا. وهو من الخلافات اللي احاوش عليها. طفيق شرف الدين بالخلافك العسلين تسميع. شي لازهر لونج. ولازهر لونج والسيد هدايا. هو يتهمو فيه جماعة رئيس انه هو اللي ربطها الرئيس كي مشاه القنصلاتو في فرانسا وجاء وتمجو مع العباء. ولوش عاملو? حطولو في اهم منصب سياسي واحد محسوب عليه مهم. ولو يعبسو بالدولة. اهم منصب امني. اي. بص على منصب امني بيان شون. اه تعرف اللي بنعليه بالنسبة لهذا مراجل الدولة باقتدال. سيب عليك. شم جايب لهذا. اي شم جايب تحكيه صورة. ويني صورة عملتوها? هاو الفقرة اكثر. هاو الانتحار اكثر. هاو الشبيبة عرحلوا بعشرات الالاف. يا يكن فيهم الحوت يمشيوا لإيطاليا. هاو الاختتال هم طبعين مع الموت. هم الالغام تخرج وما سمى شي. هاو رئيس جمهورية ورئيس حكومة ورئيس نواب. ونواب مش متفقين على اجراءات فيما يخص الكوفيد. هاو رئيس يحاوس بلاج بافيت وداخل القاوة. وبعد يقول له كذا. كل يوم احنا في مرحلة انهيار الدولة. وقت اللي هربنا عليه كان انهيار الحكومة وبقات الدولة قايمة. لانو دولة تونسية قايمة. طبعا احنا في هاجس انهيار الدولة. وشارين بلاتويت. وشارين صحفيين. وشارين اشباه حزاب. وكل واحد. قلو كان يجيب الشابي متبلنجي للنهضة بشي قلوها شفت ديما عنده الهاجس امان. امان ديما لك غالطة يا نهضة. اختلت المرزوقي واختلت الخشيدي واختلت كذا. هنا هناء قال يشعر عبد الحميد الزلاسي في الكل وار. قال يسوفيان هزايا كيل غزافي وباش نصوتوله. وباش نصوتوله. قبلتي خبرت خليسي. نحكيه وحكيه عن. ما اتعرف سحفي. قلو حكيه لك تتحكيه. تم واحد جال سحفي. قلو بش حكيه لك حكيه متحكيه ما تحكيهش قلو متحكيه ليش. متحكيه في حكيه كيكه مش مش نحكيها في الدار وحكي نحطها في دابوزو ونقلها وراه وقالي لك. نحكيها. يعني نخذها بعين الاعتبار. هزم خياراتكم وبيزاعاتكم ردت اليكم. هزم ليسوا اللي جيال دولة. نحمد ربي وانه معنى سلاح. ولا راي ميليشيات كيما في لبنان. رو كل واحد عامل ميليشيا وشد اق مقتطاع جزء من الدولة ويعمل. وبالتالي هذي الازمة اندلت على شيء دلت على فشل منظومة لكن الخطر الكبير هو ثم خطر زوال الدولة. ودايال السورة بتاع المغرب انا وجهتي. وجهتي بصراح. لاني اي موتيف. ولاني الانتليجانسي موتيف اقرب الانتليجانسي رسيونال. هي الدولة والسيرفيتور. ونحب الاخديم قبل السيد. السيد كي ترزت صورة كي هذي تجعني انا في قلبي وجعتني كي شفت. منهم عرفت كما عبيت خبيه المقال. لك ذلك هو الوقت. مينة عشر قسنا توا نعمل كما ابو عبدالله. ابو عبديل كانوا نسميه. نمشي ونقف في الشرفة ونبكيه. وقت اللي تخسرت غرناته. تفتت له امه وقتله. ابكي مثل النساء ملك الموزاعن لم تحافظ عليه مثل الرجالي. اخلاص الهدرة. في تونس مسامسي الجيل. وآآ ثمانية متاع صباح اخبار مع صافيخ سيلا ورجعين معكم انتبعتوا.